ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وربنا قال عن هؤلاء هؤلاء النصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ربنا قال شنو؟ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ربنا قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليه ولا هم يحسنون إذن حرية مطلقة ما فيه أي مسلم؟ أي مسلم عنده قيود الشريعة دي وضعت له قيود تتخيد بها إذا خالفت تكون جند على نفسك لأن ربنا بيّن لك في القرآن ربنا قال ومن يتعد حدو الله فأولئك هم الظالمون ومن يتعد حدو الله فقد ظلم نفسه وربنا يقول ومن يشاقق الرسول وربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وآيات كثيرة جداً فما في حرية مطلقة الإسلام الإسلام جاء وحرر الناس من العبودية لغير الله ما سمعته؟ الربع بن عامر لما مشى لأحد الطغات قال لنحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ما في أعدل من الإسلام الإسلام عدل في أحكامه عدل في أوامره عدل في نواهيه عدل في أي شيء أي شيء عدل الإسلام حفظ للمسلم حقه وحفظ للجار حقه وحفظ حتى الكافر المستامن حفظ له حقه ده ده بتلاقي في قوانين الأمم المتحدة بتلاقي في اتفاقية سيداو بتلاقي اتفاقية خايبة اتفاقية خايبة اتفاقية سيداو وعاري بلده الطلع علينا قبل أيام قال قال أنا بدافع وأطالب بسن قوانين قوانين للجماعة الجماعة يوم ما في داعي عارفهم يا زول الجماعة اللقوشون كنكم عارفي أولاد ميكي أولاد ميكي صريف قال يعمل لهم قوانين يعني يعني اتخيل واحد يجي سايق له واحد وحصلت في البلدي قبل فترة مجامين بالجرائد واحد الزوج له واحد ومشور القاضي القاضي قال ليه وطلق وقال ليه ما بطلق أنا خسرت على وقلوش تقيله دايرين دايرين تجر لنا بلا وكتر من دي والله الله يحل لنا من الفاتر دايرين كمان تاني يا ناس بلده وغيره يا ناس دايرين ومشور ندي نحن الوقعنا فيها دي مصائب وغيره يقول لك حرية يا مولانا حرية تتزوج ما تتزوج تشتغل يعني تزل نساي دا هناس ما في دين بيقبل الكلام دا وهل هل هل من الحرية هل من الحرية الإنسان يكفر بها الله هل دي حرية إنه الإنسان يكفر بها الله هل من الحرية الإنسان يخالف شريعة ربنا كله ويمشي يتبع قوانين وضعية وربنا خلقه ما بيعلم البيصلحه ربنا يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه وأنزل له قرآن وبعث إليه رسول إذا كان الشغل حرية مطلقة وزي ما بقول الجماعة ديال ما الحكمة من إرسال الرسل ومن إنزال الكتب إذا كان الشغل فهم فكوا ساي وطلقهم وإيه زوال يسوي الدائر ألغيشن من إرسال الرسل ما كان ربنا خلقهم وإنت قال ربنا خلقك ساي ربنا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ربنا يقول أيحسب الإنسان أن يترك سودا أنت مفتكر خلقوك ساي أنت مفتكر خلقوك عشان تأكل وتشرب وتخلط وتطلع وتنقذ وترقص لا لا يا مولانا ربنا خلقك من أجل غاية عظيمة ذكرتها لك في بداية الكلام خلقك عشان العبادة خلقك عشان العبادة ودب تصلحك إذا عبدت الله ينصلح حالك إذا عبدت الله عبادة صحيحة وعبادة حقيقية أمورك بتنصلح لكن الآن الناس في بلد ندي عبدوا غير الله عبدوا القباب عبدوا الأضرحة عبدوا البيانات عبدوا حتى الشهوات الشهوات المحرمة عبدوا بعض الناس هموا كله شهواته شهوات بطنه وفرجه وعينه وسمعه وبصره تلقاوا الليل ما بنوم إلا بأغاني يقول لك أنا والله الليل ده الليل أنا ما بنومه وأنا حارس نجومه إنت حارس هدف أتبخليك ما تنوم شنو يقول لك أنا لو ما سمعت الغونة ده أغونة ذاته فيه خياب غونة فيه وشي ريكزات إنت ما سمعت الغونة بتاع الجماعة ده أبويا الشيخ العباد ودريا والبادراب بنية بنية وجيبوا لي الشيخ إقرالي ياسين حالتي من الريد باقية زي الطين يا زولها إن شاء الله تطين على كل كل شيركوا خياب ومصائب يقول لك ده تلقاوا همه كده يقول لك أنا والله ما بتكيف وما بنوم إلا اسمع عليه لأغنيتين للحوت مبروغ عليك الحوت والغنى حرام أخواننا بكون ذكروا ذكروا ليك كتير أدلة على حرمة الغنى وشهوة بصر متابع شهوة بصر برضو تلقاوا ماسك التلفون ولا تلقاوا قاعد في الجامعة قاعد في البيتة تقول دكتور بتاع عيون وعي الله في عيونه إتي عارفة عيونك زي السمبرية لما أنا شوفك بجين الرجفة يا زول دي مرة ولا جانانيتر شنو بجين الرجفة وبصائب والله يتلقى واحد قاعد مع البيت ملصك معه زي حجرة بطارية تقول لده شنو يا ولد يقول لك والله قاعدين ما في أي حاجة ما في حاجة فاتش نفسك ما في حاجة كافية عنه الراجل الراجل كده يهز ويرز وبيشنبه ويقعد جمرة ويكون عادي والله يتهمي أخوين راجع الطبيب نقول لك شنو هم وتلقى ويعاية فيها يقول لا عليك الله كده صابعيك ويتقطق لها فيها صابعيك ودي قاعدة مسكين مصايد وأيضا شهوة البطن يقول لك والله يشوف نحن عشينا وضربنا الفول في طرمبة بتاعة بلح بيجاي تعرفوا طرمبة بتاعة بلح نمسينا ضربنا كم واحد يخشين علينا هنا واحد مدور خشت طرمبة وجاءنا طوالي ما بعرفوا عبا بيكم لكن خشت طرمبة وجينا هنا وووو ويتلقى لعب الله زي شوية النقلة شايلة الهواء يازال ما تقف كويس وهكذا عنده شهوة يجي إنه يسكر ويطعاطى الخمور والمخدرات وغيرها عنده شهوة في البطن واحد تاني ده عنده شهوة بتاع الزنا ودي كلها يقول لك أنا حر إنت حر؟ ما حر؟ ربنا قال لك في القرآن ربنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء شنو؟ سبيلا ربنا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيروا ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فوليك هم العادون فإنت ما حر يا مولانا تفعل أي حاجة الشريعة حرمت عليك الزنا فتحت لك باب تاني أيها كويس الشريعة الإسلامية حرمت عليك الشياء وفتحت لك الشياء تانية حرمت لك الزنا قال لك الزواج أربعة مهالو؟ الزواج قتني برا واحد شفت لسه لسه مكنتك ما ضبطت؟ أعمل اثنين تلاتة أربعة لما تكفل طبلونك ما لك تاني ذلك شنو؟ حرمت عليك الخمر أمش أرمت عليك عصير متاع فراولة ما شفتوا الزريف كم؟ عصير فراولة ومالقة المنقا حاجات الزريفة الواحد تلقاوا يستمع من نبي عرق سأل عرق هذا فايدة شنو؟ يخلي المنقا السمحة والظريفة والفراولة يمشي يشرب له عرق وتاني يخلي الحاجات المباحة يخلي البلح والعنب ما شفت النبق الفارس لقى دركيب؟ يمشي هناك اضرب له حبة بتاعة خرشة تلقاوا سكران ولا تلقاوا مصطول والراكب في السطوع فوق بفنيلة داخلية ويعاين ودموعه نازلة ما لك؟ يقول لك والله ذكرت حاجة ذكرت حاجة شنوه؟ وده غادي برضو بيغني يقول الداني تحية دموع عسالة قلت له دي تحية ولا بمبان؟ تحية داني تحية بس تحية دموع عسالة دي ما بعرفة تحية شنوه؟ ما لاقتنا كلام زي دا فما في حرية مطلقة يا شباب شباب ما يخضعك الإسلام منعك من أشياء وادك أشياء مباحة تعملها تأكل ما الشيء الحلال ربنا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا ما تبقى صوفي ما تبقى صوفي يقول لك لا اني حابنا أكل قرط تأكل قرط أكل القرط عشان تنقرط جزل بيأكل القرط والصوفية قالوا بيأكلوا القرط وواحدين بيأكلوا كلاب ما شفتها الجماعة الصينيين كلب بيأكلوا ما بطلعوا من أي شيء بشو كامل الضنبدة أبعرفوا بقرمي شوكا واحدين يأكلوا الضفاضع يدوك شربة طاعة الضفاضع يقول لك دي أحلى حاجة عندهم يا ناس ويا الله كرمنا والله أدانا أشياء مباحة لحمضان وكبد بتاع تبل وإيه وإيه ما نكمال بلاوي زي دي وحرم عليك لحم الخنزير دي كل السريعة منعتها لكن فتحت لك أبو أب تاني شاما يقول لك أنتم مشددين وأنتم متزمتين لا لا بنأكل اسكريم رأيك شنو لمشي بيجاء تشير لك واحد اسكريم لكن ما تقعد معهم فوتهم لأنه بتلقاهم ملصقين جوز جوز والدبرك وبيدع شوشا اتشير اسكريم وكبقى مارك واضرب بالملعقة ما في اسكال أشرب بالمصاصة ما في اسكال ما مشددين ولا شي بنأكل باسطة بنركب مواصلات بنركب عجلة نعمل شنو تاني يعني داير نعمل شنو يعني نلبس مناطين زي اسكريم يعني لا لا يوم نعمله داير نعمل شنو يقول لك لا بسيته ما بتسلموا على النسوات أنا ما بنسلم كهربتنا عالية شوية ما بنسلم على النسوات يسلم ليه يقول لك ما بتحضروا الحفلات حفلة نحن عندنا كلام الله أفضل كلام الناس إذا كان بيفتخروا بالأغاني نحن نفتخر بالقرآن ربنا قال إن هذا القرآن يهدي للتي يا أقوى الغنى دا بهدي لشنو شان كده الشاعر قال قال حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان القرآن والغنى في قلبك ما بتلمن قال قال إن حب ألحان وحب قرآن في قلب عبد ليس يجتمعان ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان وله خف عليه ما لما رأوا ما فيه من طلب ومن الحان فالشريعة ما منعتك تعمل الشيء المباح في إطار الشيء المباح أعمل لكن الشيء المحرم المحرم ما تعمل زي الحريات المزعومة يقول لك حرية المعتقد ودي حرية باطلة ما في حاجة يسمعه حرية المعتقد الإنسان اللي بيقول بحرية المعتقد ده يكفر بالله تبارك وتعالى لأنه يبيح للإنسان إنه يدخل أي دين والعلم قالوا ما في حاجة في الإسلام بيقول إنه حاجة يسمعه حرية الاعتقد تعتقد الشيء دائره تعتقد فيه بوزة تعتقد فيه قبر تعتقد فيه شجر تعتقد فيه قمر تعتقد فيه حجر ده ما فيه العقيدة في الله وربنا خلقنا عشان العقيدة نعتقد فيه مش نعتقد فيه غيره وربنا أقول لك حرية المرأة وده برضو من الحريات المزعومة حريات حرية المرأة أقول لك يا مولانا حرية المرأة وحرية التعبير أنت ما تخلينا سنعبر الآن سمضايق من كلام ندى خلينا نعبر ما قلت عندك حاجة يسمى حرية التعبير والرأي والرأي الآخر أنت كنت شوف رأي ذا شوف رأي ذا بإنفع معاك واخدوا ونرأي من الكتاب والسنة ما من هوى ما من أفكار ماركس ولا إنجلس ولا لينين ولا فرويد ولا غير من الملاحدة ولا من الزنادق ولا العلمانيين ولا من اللبراليين بل الكتاب وسنة النبي الأمين شأن كده ربنا قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي ربنا قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فما في مقارنة أصلا بين كلام الله وإنت أنا أنا بدعوك لكلام الله والعلماني والشيوي بيدعوك لكلام ماركس وإنجلس وهؤلاء الملاحدة وهؤلاء الزنادق وبغادي الأخو المسلم والجبهجي والكوز بيدعوك لحسن البنة دل علمنا قال حب السنة يا تسنة دي وده يدعوك لأفكار سيد قطب وبغادي السرورية يدعوك لأفكار سيد قطب برضو ولأفكار البغدادي وغيرها نحن ندعوك للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وما دارين منك حاجة شكرا ما تقول دارين تعمل لكم حزب لا 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 عندنا حزب ولا عندنا تسجيلات ولا عندنا بطاغات ما عندنا لك أي شيء عندنا لك آية وحديث وعندنا لك بيان للحق وهدم للباطل والكلام دا بنحمل لك أمانة في عنقك وحجة عليك يوم القيامة شكرا ما تجي تقول ما ورنا نحاجين هنا المحلة والداخلية دي تلقى من كل ولاية السودان طلبة عرفت الحق عرفت أن الشويعية باطلة وعرفت أن العلمانية باطلة وعرفت التصوف باطل بعد دا بيقال لك دي أمانة توصيلة لأهلك الفرصة مفتوحة للحوار والنغاش إذا كان فيه مداخل أو محاور فليتفضل المجل إن الحمد لله نحمد ونستهين ونستغفر نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات عمالنا إنه من يحد الله فهو محتد ومن يدلل فلم تجد له وليا مرشدا أنا سؤالي عن سؤال واحد ما تنقضوا لي سؤالي أنا أزعل عن الحلو والتطرف الحلو والتطرف الشيخ يقدروا يفسروا لي الحلو والتطرف لا جزاو الله خير السائل بيسأل قال الغلو والتطرف الغلو القدرة لما انتغلي معناتها شنو؟ اتجاوزت حدا ولك اللبن دغل أو غلأ أو الأسعار غلت معناتها شنو؟ ارتفعت الغلو في الدين محرم الدليل ذكرت لك النبي عليه الصلاة قال إياكم والغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو وربنا قال يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم التطرف هو سلوك غير المنهج الذي جاء في الكتاب والسنة التطرف إنك تسلك غير الكتاب والسنة سواء كان بإفراط أو تفريط أيوة زي مثلا داعش ده تطرف منهم تقتيل تفجير للأبرياء والمسلمين ده تطرف وإرهاب تطرف وإرهاب وبهناك كمان في تطرف نوع تاني بتاع الصوفية شرك وعبادة للبشر وغلو في البشر وطواف بالقبور فده مفهوم الغلو والتطرف والإنسان يكون وسط ما يغلو في الدين ما يغلو يعني ما يزيد في الدين يجيب فيه أشياء ما منه وما يضطرف يسلك منهج خلاف المنهج الوسط ربنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسط والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيلوا من يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى والأدلة كثيرة اللي بتنهى عن الغلو والتطرف أخونا جزاو الله خير سؤاله ظريف وجاوبنا له رس ظريف فرصة مفتوحة